طيب أنت أول برنامج إذاعي سمعته بالنسبة للرياضة وأنا طالب في كلية الحقوق في اسكندرية اسكندرية كان عندي رادي صغير في الأولى بس أنت سبت بقى أنا سبت خطة للثانوية العامة من أو التوجهية كانت نعمتها توجهية خطتها من قنة الثانوية ونعلى بقى شوف من إليه الاسكندرية نعلى كبيرة فكان عندي رادي صغير كنت باقي باستمع إلى البرامج الإذاعية وباستمع بالتالي إلى الوصف التفصيلي لبعض المباريات التي كانت تقام في تلك الأحيان مين أول واحد جاء على ودنك سمعته لوصف المباراة محمود بدري الدين هو الذي كان يتولى وصف مباريات كرة القدم خاصة نهاء الكأس كان اسمه كأس الملك فاروق أيها وكان لزاماً أن يذاع هذا المتش لأنه الملك فاروق كان بيبقى موجود موجود فيها ملعب اتحاد القاتل المسلحة كبرى الرب فبالتالي كان لزاماً أن الإذاعة المصرية تزيع المتش عشان الملك موجود بالزبط فكان محمود بدري الدين هو الذي يتولى كانت حاجة جديدة تاريخ إذاعة المباريات من خلال الراديو وأنا مسؤول في الإذاعة حاولت أعرف متى بدأ متى بدأت الإذاعة المصرية تقدم إذاعة المباريات إذاعة المباريات ما قدرتش أصل إلى نتيجة لأنه من خلال يعني إدارة ما إدارة تنسيق البرامج حبينا جملة الأولاء الأديمة يعني ما عرفناش نعثر على متى بدأ التعليق لكن من المقطوع به أنه بدأ التعليق ده مع بداية الأربعينيات في القرن الماضي من الأربعينيات وخاصة المباراة النهائية لكأس الملك فاروق ده كان بداية والذي تولى عملية التعليق قيل لي أنه كان قبل بدر الدين فيه حد تاني لكن مين الحد التاني ده أنا معرس الشجيب إحنا كلنا نوع محمود بدر الدين اللي أنا أوع عليه وكل حد كان محمود بدر الدين خاصة أنه في سنة تمانية واربعين أو سبعة أو تسة تمانية واربعين كانت هناك فيه مباريات اسمها مابين مصر وتركيا واليونان كان كل سنة تتعمل في بلد من الملاد دورة 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 بين الثلاث دول دولة دورة ودية ولا كانت رسمية لا دورة ودية وكان برضو ميكروفون في إزاع يزيع حتى من سواء كانت تقام في اليونان أو كانت تقام في من البلد اللي بتقام في المباراة تقام في المباراة وكان المعلق هو محمود بدر الدين فدي ارتباطي بي طب أنا ليه أنا حبيت التعليق ليه أو حبيت أستمع أشوف النتائج بتاعت الكرة لي كانت كلية الحقوق اللي أنا طالف فيها تقع إلى جوار نادي للتحادي السكبيل بالشابي بالشابي أيوة الشارع اللي يؤدي ما بين شارع فاروق لغاية المثل لغاية الطرماي بتاعي فأيوم الحد من كل اسموها وأنا خارج من الكلية ألاقي زحمة قدام نادي الاتحاد إيه الحكاية يقوله أن هذا الاتحاد هي لعب مع الأولومبي الاتحاد هي لعب مع الطرماي الاتحاد هي لعب مع السواحد لا ما كيش السواحد آه فكنت إيه مرة دخلت كانت التذكرة درش كابت المصطفى لا تفضل يا حبي بعشرة ساخت درجة تانية مع عشرة ساخت كانت كتير برضو أخياني أوي 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 لا كانت كتير فأنا آه طبعا ومن هنا تعلقت بالاتحاد السكندري أن يباني أن كان يلعب معه كمال السباق عشرة تسمع به ألا كابتن كمال السباق كابتن ديبة الله يرحمه الله يرحمه كابتن شتة وكاتو لا لا ده كاتو ده ده جاء بعدين بعدين ده لا لا ده كاتو ده كان في الاربعينيات ده مكلمك في الاربعينيات آه آه فكانوا فكت أتفرج على آه نادي الاتحاد وأعشق تلادي الاتحاد وبقيت إيه أتحمس لمبارياته وكان ليه شعبية جاريفة في الاربعين يعني أنت أول نادي شجعته كان نادي الاتحاد السباق والحد الآن لغير دلوقتي الاتحاد العماء نفرح يا اسكندرانية اهو في أكثر من كده إيه أنا فاكر يا درش تفضل سالة 48 كنت في تلت حقوق ونهائي كأس الملك فاروق بين نادي فاروق اللي هو الزمالك آه ونادي الاتحاد السكندران لا قولنا مين اللي يكسر بقى قولنا بعشان بسنة هقولك هحكينك الحكاية نادي الاتحاد عمل حاجة كويسة لمشجعية تدفع خمسين قرش تركب القطر آه تركب الاوتوبيس مع المشجعين نعم وتروح ملعب اتحاد القوات المسلحة بكبرى الأوبا المرشي كانت ساعة ثلاثة إخلاص خمسة ترجع تاخد القطر ترجع بالليل العملية دي كلها معاك التذكرة كلها بخمسين ساعة بخمسين قرش فأنا يعني ربنا يعني سبحانه وتعالى الخمسين ساعة دي كانت تمثل يعني نعم تأثر خمس تلاف جنيه دلوقتي وقيت بقى جماهير نادي الاتحاد وكانت المباراة يعني قوية وتفرقت بيها على مين كان بينعباء في الزمالة في الوقت ده كان جول كيبر يحي أمان ولك حازم كان عبد الكريم ساعة كان محمد الجندي كانوا سابوا الأهلي ولعبوا ايه؟ مع الزمالة أيها فترة من فترات وأمر جميعي يعني والأسماء الجميلة الزمالة وكان بيلعب بقى الاتحاد الديبة وشتة والأغة والسباق ويشاء السميع العليم إن احنا نرجع من القاهرة مجبورين الخاطر ويفوز الاتحاد السكندري بهدفين لهدف اللي جاب هدف الزمالك عبد الكريم ساعة واللي جاب الهدف الأولاني مش فكره لكن اللي جاب هدف الفوز أنا فكره أيوه الديبة كابتن ديبة رحمة الله عليه كان سنه في الوقت ده 18-19-20 سنة الديبة على حس الهدف ده الديبة أختير لاعبا في منتخب مصر اللي راح لعب فيه أولمبياد لندن سنة 1948 يا خابة ربي أنا أنا بش عاوز ذا الساعة لأن حسنا على ما استمتع وأنا باسمع الكلام ده آه يعني الديبة والشيطة والسباق الثلاثة دولة اختيروا منتخب مصر من خلال هذه المباراة فمنتخب مصر عشان يسافروا إيه لندن وطبعا رجعنا السكندرية إيه فرحانين ومزاقطتين ومن أول المحطة استقبلونا كمان عشاق الاتحاد على محطة سيدة جابر وكان مهرجان ليلتها ده تعلقي بالكرة وبالاتحاد السكندرية آه طيب خلصت النسانسة خلصت النسانسة جيت القاهرة بتفرج عالكرة ما خلص معنى كوية تخلصها بات يجي الاتحاد يلعب في الدول العام مع الأهلي مع الزمالك مع التحداوي مع السكة الحديد أنا بتفرج التحداوي التحداوي شجع الاتحاد عايزت هتسأل تطل طب مرات الزمالك إزاي مش كده لا بس دلوقت ده لسه ده فيه كلام كتير هنتكلم فيه لسه نتكلم فيه لا أنا أقولك يعني مسيرتي مع الكورة رجعت من اسكندرية رجعت من اسكندرية واشتغلت في الإزاحة وقعدين دليها قصة تالية طبعا من حبك بقى كنت بتسمع لا ده لسه في الوقت ده أنا موزيع صغير لا بقدم برامج كل حاجة أنا قارئ الناشرة فقط لسه لسه لا تقديم برامج ده مش أول ما تخش الإزاعة تقدم برامج لا لا